اهلا بكم متابعا فستفير جاناليكم في اللقاء جديد لقاءنا اليومه لقاء تقافي معانا اليومه كاتب شاعر وكاتب كلمات وحتاء مدير اعمال معانا اليومه سي عب المجيد مومر المعروف بعب المجيد موميروس اهلا بك سي عب المجيد مرحبا مرحبا اختي شيما فرصة سعيدة وشكرا موقع انفاس موقع ديانا وصراحة دائما يدعم الاراء الملتزيمة لا سياسيا بنسبة لي لان انا كنت معاكم في مقالات الرأي كثيرة لا بنسبة لما هو فني وتقافي اليوم اللي هو الحديد ديانا اليومه جاي معانا جاي معاك جوجة الازدارات الجديدة مولودات ديالك الادبية فاول حاجه غنبغيوك تقرب شوبيا مشاهدين من شخصك ومن بعد نخلو الازدارات الجديدة ديالك ونتعرفو عليها كتر مرحبا عبد المجيد مومر لقب موميروس وعندي لقب غنائي تاو المولا غنغا لانا كنت نقدم قطع غنائية تاوديها هذا اول انشغال ديالي في المجال التقافي بطبيعة الحال يلا سولتيني على الكونية للموميروس هي انسبراسيون من الشاعر اليوناني الكبير هوميروس وصراحة شرف لي ان انت انسبرا من هاد القامة الكبرى في مجال الشعر ويلي بها بديت تجربة الشعرية ديالي اللي في هاد فتوى الغرام ديوان شعري يروي قصة حب قصة عاطفية ايه فتوى الغرام واحدة تسع ليالي وليلا في حجر اميرة الجانب لابا هما في الاصل انا كنا نضع على تيمة واحدة لا بنسبة الديوان لا بنسبة الاستجاع غير هو هاد الكتاب ديال فتوى الغرام شعر والكتاب ديال تسع ليالي وليلا في حجر اميرة الجانب والسميته التقليم والتلقيم يعني التقليم يعني كتحيدد وكل طبعا الترفية للطابع البداوي ديالي والتربية ديالي في البادية وقلت علاش لله اننا الخصاص ربما اللي كان هو اننا نقلموا ماما دا ونلقموه باللي عندنا دابع على اساس اننا نخرجوا بابداع جديد وتجديد في المجال اللذي الشعر اللذي الكتابة هذا الشعرش مشيت للسجع اصلا السجع قليل قبل النادير في هاد المرحلة وهذا كان فيه اساءة للغة العربية لغة الضاد قوتها في السجع وبلغتها في السجع اكتر يعني من يبقى نحتموا بالسجل ونبقى نشوفوا بالسجل يعني حتى اللغة ديالنا اللغة العربية بحلا ركرناها طبيعة الحال لانا تكسرت لانا كمملكت اللغة العربية لغة غنية ومن اصعب اللغات مشي سهلة بشي غير اجيوة تحدث باللغة العربية او لا يقدم الشعر باللغة العربية او لا توصل على المستوى تحاول دير السجع لان بعض الاحيان السجع كي طايحك في الملل هذا الشي علاج ربما انا قدرت هاد المحاولة كنت نعتبر محاولة وكنتمنى ان اتحضب بالقراءة المتمعنة لانا تحميل اصلا مثلا هاد القصة ديال تسع ليالي وليلة في حجر اميرة الجان هي عندي عشر ليالي تسعود على الارض وحده في المريخ وحيث انه في التقافة الشعبية ديالنا انه مثلا الجن كينين في الواد من اللي كان رجعوا الامثال الشعبية كان رجعوا التقافتنا كان نسمعوا حجر الواد كان نضروا على الشيحويج اللي كان نعدى في الواد ومن اللي كان رجعوا للشاعر كان نطقوا انه مثلا في المورود انتنا نتقى في ديالنا كذلك انه في كل وادي يهيم وهنا كانت نقطة التقاء ما بين التقالين يعني ما بين اميرة الجان وما بين هاد السجاع المتواضع معك هذه التقريبه انا كنظر بعمومي فبنسبة الاثرارة ديالك واش كانت الطبعة داتية واش انت لي تقول لي تطبعة ديالهم او لا كان تكلف بهم شي شي يجيها اللي تكلفت بطبع ديالهم اه لا طبع داتي لانا هذا انتي اذا بحطيت الملح على مكمل الجرح هذا هو المشكل المتروح واللي كيشاركك فيه مجموعة من المتقفين والأدابع فما كيلقاوش اللي يشد بيديهم باش يخرجوا الاصدارات ديالهم ويشوفهم ويعني ويوصلوا للمتلقي فبالنسبة لك انت ما تلقيش شي دعم من الجهات المانية يعني بالوزارة الثقافة او الجهات المسؤولة انها تدعم بحالة الاعمال ناو كما لاحظت وزارة الثقافة كدعم تفاهو كدير محراجة للتفاهو هذا ممكن انا ندعمه اما باش دعم محاولة بحث الاستغرقات لانا الكتابة ديال هاد الاصدارين استغرقات تقريبا ثمان سنوات فيها خلوة فيها بزاف دياله يعني مجهود كبير مجهود كبير انا اعتبره كبير بالنسبة لي لان انا حسبي الاخر بربما غادي تطالع على القيمة دياله في المنتوج الادابي اللي كيلده وطبعات الحلقة يحدث في النفس ذيالك كمتقف كبدلتي مجهود انه ما يتمش التثمين ديال هاداك المجهود لا انا انا ايقصى انا انا نشوف سعراء اخرين او اجداد نشوف تجارب جديدة في السجل نشوف تجارب جديدة في الاداب انا كنا اليوم هيمانة ديال واحد انا اعتقد انه قدر نسميه ما مطلع مستوى لوبي ولكن ربما بالضعف ديال تصير كي يقول لي بحللوبي ولا هو غير ضعف ديال تصير انه الوزارة اليوم اصلا يعني تعاني محدئ المشكلة هو ضعف تسير بطبيعة الحالي انا كتتعامل مع الاداب احنا بغن نحقه طفرة ما معنى حتى في هذا بالنسبة للانجاز الكوراوي لا لما تستحق يكون معا واحد انجاز ثقافي ويعبر على هذا الانجاز الكوراوي كذلك وانجاز سياسي احنا اليوم تجارب الكوراوي اكدت بان الطاقات المغربية طاقات قوة خاصة دعم احتضان مشي دعم ما كنت نروش على الفلوس ما كنت تحتاضن الاداب انك ممكن تصنعه لا تجارب الولا فاشلة والثانية فاشلة او لا يكون اخر ولكن يكون هذه الحاضنة التي تسمح بالابداع والتي تعبر على هذه المرحلة الجديدة التي تعرفها المملكة المغربية حيث حشوما انه لا يمكن اتعب اي انجاز حضاري ويكون بالثقافة هي التتويج الاخير اعتبر ان الكورا والرياضة والسيادة ولكن القيمة الحضارية التي سنتركه هي اللي بيها غناء في سوريا اننا الحمد لله طابع السلمي دي المملكة والتوجه دي المنطق رابح رابح وهذه كله يتعبر عليه ثقافيا هو يتجسد هذا الناس الجديد مثلا انا الحالة بحكم ان التجربة السياسية والنضالات وربما كذلك الدعم الذاتي لان هذا كله غير بمبادرات فرضية وربما تستطيع توصل انك فيها القروض ولكن هذا كله يدخل هذا الواجب لي لكي نخرج المادة هذا الشغف ديالك طبعا هذا الشغف هو اننا اليوم اي واحد يحس براسو بانه يحتضن من طرف هذا الوزارة ليس بالضبط الدعم الدعم اثر على المرضودية لا في المسرح لا في جميع المجلة التي تخطيها الوزارة التقافي بالحتضان احتضن هذه الموهبة ونطبع ونقديما نربط الانجاز بالانجاز الكراوي حتى انه شرف لنا الجيل ونؤكد بان نرى ممكن ونرى الرجل الحضارية لكي نكون اليوم في المقدمة وفي الرياضة تقول الرسالة التي تريد توصل وانا الدعم المادي ليس كافي وانما احتضان الكفاءات واحتضان المواهب التي تخربها المملكة وفعلا لدينا مواهب التي تستحق عليها اي كثير كان هناك أقلام انا بعد ذلك لم أعجب بها كان اعتبر حسن مني وأقلام شابة صغر مني في السنة والتي كانت ممكن انها من الوحد الخمس سنوات تعطي للشيء إبداعات ونصوص ولكن مالي كانت تلقمت على نخبا متهالكة متقادمة ما وصلت لها لانناقشون وندخلوا في العمق لانناقشون مثلا الحادات الحادات هي مرتبة بهذا الشيء هذه الحادات العربية ونظروا شغل على المغرب الحادات في العالم العربي تأيادك المشروع الحاداتي الذي كانت وصل للحدود وننتشلك وحد الزخم حضاري ثقافي حقيقي أنا أعطينا جيل ما يكونش مستلب جيل مؤمن بالوطن ومؤمن بالفتاح يعني من اللي كان نفاتح كان نفاتح وانا قوي شي وانا مستلب نعم وانتلقى المجاوب فانت جاوبتني على السؤال المشهد تقييمك المشهد التقافي المغربي فبعجالة يعني انت شرطي له وتعمقنا فيه في الجواب ذلك لسؤال لماذا ولكن بعجالة شنو كيفاش تلخص ياك المشهد التقافي المغربي مشهد التيما اللي غدي نختارها هي الغبن مشهد مغبون بلد حضاري فيها كما قلتك أقلم أصوات في التشكيل في جميع المجالات ولكن الإطار هنا سوف نفوت دور المجلس الأعلى للثقافات واللغة والذي لدينا الأمن طبيعا الحالي أنا عودنا الملك محمد الساس هو الرائد وهو الرائد وهو الرائد وهو الرائد والأمن المتبقي بطبيعة الحالي أنا في الضلد في تسير الحكومي ذي لهذا المشهد التقافي باش من نلخيوش قاعد المسؤولية غير على المؤسسات وعلى الحكومية بالنسبة للمبديعين الشباب أنا أدعوهم إلى الأمن وأن التراث العقلاني المغربي رزاخر بالنفائس وفي دولار ما كيناش في شي مكان لأن هذا الكارفور هذا الملتقل الحضارة المغربية وهي أمة في الدستور نحن أمة المستالب مثلا كيهضر على شي أمة أخرى فارجعنا للإصدارات ديولك اختاريتي الشعر فباش تكتب في الشعر هذه بحدة مغامرة فلأن نحن كنعرفو بأن الشعر كيبقى نخباوي ماشي أي واحد كيقدر أنه يقرى الشعر وأنه يقبل علي فبنسبة لك وش كتشوف أنه كينو واحد الإقبال من طرف الناس وش شنو من الإكرهات التي كتواجهك كشعر بالنسبة للشعر هي اللغة العربية هي أم الشعر والعرب وكل من حيث العرب اللي كنت حدث عن اليوم أنا وكل من نطق بلسان عربي فهو عربي ماشي بالعراس كنظر باللسان لأن اللسان جميل فيها صور فيها في تفصيل لذي الدقائق دي الأمور يعني كتلقى مثلا الكلمة وعندها 60 موراضي في اللغة العربية يعني رمو ممكن غير جملة وحدة أني كتبالك بـ 25 صيغة وراهية نفس المعنى ونفس نحن نشكر التراء صح هذا التراء فضل المغريب لدينا التقائفات يعني هذنا متعددة الروافيد الحسانية العبرية الامازيغية بطبيعة الحال العربية وعندها بشل المتدادات الإفريقية والأورو متوسيطية يعني لدينا وحدة تراء جيد 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 كبير بزاف هو اللي جرني صراحة انما اللي كتطالع للكوتوب والتاريخ دي الأمة المغربية وحس بالفخر أنني نتاجه أنني نكتب وهو ليش جاك أنك تخوض غمار طبيعة الحال أصلا ولقيت حتى التيمة دي الحب أصبحت تروم إلى الانتاج الاستهلاكي وهو الحب ليس ببضعة وبالتالي هنا فيك الاتجاء أن ننذر علاقة حب من جنس آخر يعني ستهاد العلاقة غدا تربط ما بين واحد الأميرة دي الجان مع واحد الانسي كاتب ويكون بناتهم واحد الحواريات وتخاطبيات وهنا فين غدا نلقوا فيها تم غرابية بشكل وافر نلقوا فيها جميع الروافع التقافية لأنه احتدك التأطير الدستوري لأن التورة الحقيقية اللي كان في الدستور هي تورة تقافية وخلع الناس يقولك بأن الديمقراطية هي الانتخابات والتصويت ولكن الشق الحقيقي والنجاح الحقيقي ضد الدستور المغربي والتورة التقافية اللي كان فيه بديمقراطيتها وبتعدد الروافد اللي كان فيها وصراحة الحوار معاك شيء مبارك الله تنجيل صراحة فبغيرنا في الأخير شنو كلمتك للشباب لأنك دويتي على الشباب وأنهم هما يعني هما اللي غير رفعوا بالبلاد ديالنا من هنا القدام وشنو كلمتك لهم على المستوى التقافية خصوصا مع عاد العوزوف على القراءة اللي كان نعيشوا فيه فشنو كلمة ديالك للشباب بالنسبة للشباب المغربي وخصوصا المولوع بالكتابة وبالطرح النصوص الجديدة اللي كتوافق المرحلة دياله اللي كتوافق اللحظة الاجتماعية اللي كيعيشها بطبيعة الحال الشعار ديالنا هو الأمل هذا هو التقافة هي الحاضنة ديال الأمل للكم وادعوكم أنكم ما تستسلموش ربما ما كيش واحد الحاضنة ربما ما كيش نواقس سيمكنوا تداركوها ولكن اللي غير ممكن أننا نداركوه هو اليأس فعلا طبق الحال لحنا عدنا فرصة وبلادنا الحمد لله ممكن تبحي بعيد وممكن تكون هي الرؤورة رائدة غير حنا خصنا نآمنوا بأنها رائدة وأننا ممكن نأطروا على محيطنا في الخدمة للسلم والسلام طبق الحال كنت مننا هذا الشيء مشاهدينا وصلنا إلى نهاية لقائنا اليوم على أمل أننا نتلقى لكم في اللقاء جديد إن شاء الله موضوع جديد وضيب جديد السلام عليكم